لو انت صيدالي والرابط تتخرج او لسه بتدرس او تخرجت فانت تقريبا السؤال هيجي في بالك ماذا بعد تخرج تقريبا كده السؤال ده بيراودنا كلنا ممكن بداية من سنة تالتة ودلوقتي في ناس في سنة اولة وفي سنة تانية بتبعثلي اسئلة اللي هو احنا هنعمل ايه بعد ما نتخرج هل في حاجات ممكن تستفيد منها وانت لسه في الكلية هل في حاجات ممكن تجربها تساعدك تحدد طريقك بعد ما تتخرج الحقيقة او هو الموضوع يعني احنا كلنا بنبقى تيهين اول وبنتخرج والموضوع ده مش سري عليك لوحدك الموضوع ده على الناس كلها بس في حاجة بتفرق شوية واحد عن واحد واحد عارف يحدد طريقه من بدري شوية وواحد اخذ وقت كتير عم عارف يحدد طريقه فتقريبا الفيديو ده انا عملته لكم بحيث ان انتو تعرفوا تحددوا طريقكم من بدري بحيث انك ما تضيعش وقت كتير وتبتدي في المجال اللي انت بتحبه ومبدئيا قبل ما نتكلم خد النصيحة دي في بالك تجارب الشغل مختلفة ما بين الافراد يعني اللي ينطبق عليك ما ينطبقش على زميلك هنفتكر الكلمتين دول مع بعض ونكمل كلامنا وهتلاقيهم في النص جايين بصورة واضحة جدا اللي هو فعلا كل واحد فينا ليه طريقة معينة في شغل ومش لازم اللي انت بتحبه زميلك يكون بيحبه كل واحد فينا ممكن يكون ليه شغف في حاجة معينة طيب تقريبا اكتر سؤال بتسئله من كتير من الصيادلة يبعتولي يا دكتور انا تخرجت او لسه هتخرج بس مش شايف اي طريق قدامي طيب انتوا كده متخيلين ان ده شيء طبيعي ولا مش طبيعي عايز اقولكم ان ده طبيعي من نسبة لناس كتير جدا مش انتوا بس عمتا يعني مش انت بس اللي عندك الاحساس ده كتير جدا عنده نفس الاحساس لان ده شئ وارد جدا يمكن من اكتر الاسئلة اللي بتجيلي انا تخرجت او لسه هتخرج بس مش شايف طريق قدامي يا دكتور حضرتك ممكن تنصحيني بايه وتقريبا ده اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو ده عايزة بس اوضح حاجة ان ده شيء طبيعي جدا فلو انت عندك الاحساس ده ما تعملش نفسك في قطاقتها عادي جدا اي حد بيحس بالاحساس ده اصبر بس واشتغل على نفسك ولما هتتعب هتلاقي ومش كلام تعبير لا بجد لما هتتعب هتلاقي الموضوع بس بيحتاج صبر شوية يمكن اكتر غلطة بشوفها عند الصيادلة ان هو نزل جرب مثلا في مجال من المجالات ما حبش المجال ساب المجال وهو اصلا جربه غلط فبالتالي هو ما حبوش فطبيعي ان هو حيسيبه ونفضل نعمل كده ونلف في دايرة مفرغة وفي الاخر تلاقيه قولك انا مش لاقي نفسي في ولا مجال من مجالات الكلية طب ما هو انت اصلا جربت حياتك غلط من الاول كمان عشان نبقى متفقين احنا عندنا وقت فراغ كبير جدا في الاجازة يعني هتلاقي نفسك قاعد طول الوقت في الاجازة مش بتلاقي حاجة تعملها طب ما تجرب بقى مجال من المجالات وهو دا المفتاح اللي احنا بنتكلم عليه فكرة انك تنزل تجرب بنفسك يعني هتلاقي حد يقولك ايه انا الصيدلية انزلتها وبصراحة شغل مهم جدا ويعني باكنك بصراحة ما تنزلش احسن ما تروحش تتدرب هناك ما تروحش الصيدلية الفلانية ما تنزلش تتدرب في الصيدليات شوف لك مجال تاني طب ما هي دي رؤيته هو دي وجهة نظره هو هو شايف كده او هي شايفة كده هل انت نزلت بقى وشفت طب ما انتش عرفك ما انت ممكن تنزل ويا ما حصلت مع ناس في ناس بتنزل الصيدلية على اساس ان هي مملة والشغل فيها مش حلو وفعلا فيه اهانة والكلام دا كله بس في الغالب ما بيلاقيش كده خالص انت اللي بتحط حدودك وانت اللي بتحط شغلك لنفسك فخلينا نتفق لو انت لسه بتدرس وفي الكلية حاول تنزل في فترات الاجازة للصيدليات تدرب فيها عندك صيدليات خاصة وانا بنصح دايما ان التدريب يكون بداية في صيدليات خاصة مش في سلاسل يعني ما تروحش تجري على انك تروح تتدرب في سلسلة بحيس ان انت هتجيب منها خبرة اعلى بالعكس جدا انت لو نزلت صيدلية خاصة هتجيب منها خبرة اكبر بكتير في الوقت الاولاني في حياتك وبعد كده بقى تنزل تجيب الخبرة التانية من الصيدليات السلسل يعني لو كلمتكم عن نفسي انا بصراحة نزلت اتدرب من سنة اولى تخيلوا يعني انا بصراحة كنت بنزل في الدراسة في سنة اولى في الاجازة في اي سنة من السنين كنت بنزل ده يمكن ساعدني شوية ان الصيدليات كمان قريبة مني جدا فكنت ممكن اعدي عليهم اقعد معاهم مثلا ساعة ساعتين وروح اخد اي معلومة وروح فالموضوع بالنسبة لي كان ممتع جدا الحقيقة لاني كنت واخداف الغالب اني بحاول اربط اللي بدرسه في الكلية بالصيدلية بس يمكن طبعا بما ان ما كانش في حد بيوجه قوي فانت يعني ايه الموضوع بيبقاش واضح قدامك الا بعد ما بتتخرج ان في بعض الحاجات انت طنشتها وانت بتدرس بعد كده لما تخرجت لقيت نفسك ايه ده ده انا كنت ممكن استغل الوقت او استغل دراستي بطريقة افضل من كده ودي ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني ان شاء الله طيب سؤال مهم جدا برضو ادرس اول ما خلص على طول ولا استنى شوية طيب انا هقولكم برضو وجهة نظري في الموضوع وده برضو يحتاج فيديو لوحده ولو انتو عندكم المشكلة دي سيبوها لي في الكومنتات لو حد عنده مشكلة فيها طبعا انا من وجهة نظري بصراحة ان لأ ما تدرسش اول ما تخلص انت هتدرس ايه وانت اصلا معرفتش انت بتحب ايه لسه في الشغل الموضوع مش موضوع ان انا قعد اجمع في شهادات ولاقي مثلا الناس كتبة ده فلان ده معاه خمسين شهادة وهو لسه مخلص تنة خمسة احنا مش مش سباق انت مش في سباق ما تحطش نفسك في سباق مع حد ممكن اللي جاي بخمسين شهادة ده تلاقي واحد تاني مش معاه غير شهادتين ثلاثة بس ما شاء الله مثلا في الشغل ثابت نفسه موضوع مش موضوع ان انت تعد تجيب وتجمع في شهادات الموضوع اعلى من كده واسمة من كده الشغل مش بالشهادات ممكن تلاقي ناس مجمع شهادات ومعاها فارم دي ومعاها بورد وركنيها في الدرج محدش بيستعملها فهي الفكرة كلها هل انت هتعرف تطبق العلم اللي انت اخدته سواء حتى انت معاك بكالوريوس بس سواء انت ما اخدتش ايه دراسات عليا بس انت فعلا بني قدم شاطر وبتعرف تطور من نفسك العلم بيعتمد بشكل كبير على الشخص نفسه ومش على الشهادة اللي هو اخدها طبعا الشهادات بتقل الشخص وبتديله التقل علمي وفي المكان اللي هو فيه كمان بتفيده بس مش كل حاجة تحط دماغك ان فلان معاه ميت شهادة هو احسن مني مين قالك كده ممكن تكون انت احسن منه بكتير كمان نقطة بصراحة احنا بنبقى خارجين من الجامعة يعني بعد السنوية العامة وبعد خمس سنين كلية فكرة ان الواحد فعلا يريح سنة او يريح فترة على ما يبتدي حدد مجاله ويحدد طريقه دي فكرة مهمة جدا بصراحة فانا رأيي الشخصي ان انت افصل سنة للتجربة العملية وتحدد مجالك فيها السنة هتبقى كافية لكده اه هتبقى كافية لكده بصراحة هتفيدك كتير جدا كمان فانك انت ما تندمش بعد كده انك اخدت خطوة والخطوة دي كانت غلط ونرجع نغير الخطوة وندخل على خطوة جديدة ونقعد طوله عمرنا في تجارب طيب انا عمال اقول من ساعتها اشتغل اللي انت بتحبه اشتغل اللي انت عندك فيه شغف طب ما هو فيه سؤال مهم جدا برضو هو انا هعرف ازاي اصلا اللي انا عندي شغف فيه يعني هعرف الشغل اللي انا عايزه ازاي اه دي مشكلة فعلا اه بتقابل ناس كتير اللي هي فكرة انا مش عارف احدد اصلا انا بحب ايه ما بحبش ايه وده اللي هنقوله مع بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله لو عندكم اي استفسارات بخصوص التوهان اللي بعد التخرج سيبهودي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم وكمان اه لو انت سيدالي ما اشتركتش معنا لسه في الجروب الخاص بالصياد لار اكس كلينيكو سيدالي المستقبل وصفحة ار اكس كلينيكو هسيب لكم اللينكات تحت في ديسكريبشن عشان تقدروا وتشتركوا وتتابعوا معنا